اهلا برج الاسد اهلا بيكم في قراءة عامة انا شايفة هتكون قوي شايفة كمان ان انت فيه تواصل عالي وان انت هتقدر تسيطر على الافكار اللي في دماغك دي الطاقة بتاعتك وكمان شايفة فيه نجاحات جيالك يا برج الاسد انا شايفة كروتك كويسة شايفة كمان فيه فترة الماضية كان فيه حزن والحزن ده هو المفروض انه هو دليل على اليأس او الغضب الانسحاب الخسارة فشايفة ان كل ده هينتهي دي مرحلة وهخلصت او انتهت وهتطلع منها اه 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 ا العين ده انا شايفة من عندك انت انت سمحت كتير وحس المصطقة عندك قليلة شايفة كمان فيه علاقة ثلاثية شايفة الشريك او علاقة ثلاثية قصفة عامة موجودة قد يكون الشريك دخل فيه علاقة ثلاثية لكن هي مش حاسها حاجة يعني اساسية اعتقد ان هي حاجة عابرة شايفة ان انا شايفة جو اسري شايفة سعادة شايفة انبساط اعتقد ان فترة الخلافات اللي كانت بينك وبين الشريك هتنتهي حقيقي الواضح ان هي مش قريب يعني هي مش هتبقى حاجة قريبة لكن فيه انت تعرف تعدي اه اه واعتقد ان الشريك بيسابق الزمن علشان يوصلك اه هو بيحاول على قد ما يقدر زي ما قلت انا شايفة ان فيه طرف عميد اه انت دمعت نشفة شوية اه على قد قوتك وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح اه لكن بتوصل لنقطة اه استوب اعتقد انت وصلت لها اه في اه العلاقة بتاعتك اه اه عملت استوب واعتقد ان هتبقى فيه بداية اه جديدة اه بينك وبين اه الشريك اه زي ما قلت اه انت اه بتشتغل بدماغك انت اه اه حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك بتحاول تعمل اه توازن في حياتك التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة اه الجاية زي برضو ما كانت الطاقة بتاعك قالك اوكي الشغل كله ان انت بتحاول اه اه الافكار كلها اللي دايرة في دماغك انت بتحاول ترتبها بتحاول تشوف ايه المفيد ايه الصالح بالنسبالك اه اللي انت عملته دا صحة او غلط اه تصرفاتك اه شايف ان انت ماسك عرفت تحط ايدك على نقاط الضعف نقاط القوة الموجودة عندك اه انت غلطت في ايه هتتخلى شوية انا شايفة كمان ان انت هتتخلى شوية اه عن العناد بتاعك انت عنيد جدا اه ما بتحبش حد يغلط فيك اه زي برضو الشريك بتاعك اه هو على قد ما بيحبك اه لكن في عنده اندفاع اندفاع متهور متسرع وانت اه كان مدايقك الحاجة دي جدا انت انسان اه زي ما قلت فيه عندك اتزان عقلي اه اه انا هنا شايفة العقل كمان اه الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية الفترة الجاية هي فترة اه فترة يعني انت معل المخرد معلّي من التفكير عندك اوي انت اه الفترة التفكير عندك اوه الفترة اللى خاتت كلها انت بتسمع الصوت اه اللى جاي من عقلك ماشي فأنت تعبت أنت حسيت أن أنت يا ربي هو أنا غلطان فحاليا أنت في فترة مراجعة مع نفسك أنت بتراجع نفسك لكن أنا شايفة أنا شايفة والكروب بتقول أنها ينتهي هو مش قريب مش هتكون قريب لكن مش بعيدة يعني هي نقول خلال شهرين هتكون الأمور استقرت مع الشريك طيب نشوف أنا عايزة شوف الآن أنت كل الكروت قدامي التفكير أنت تعبت من كتر التفكير تعبت من كتر التفكير من كتر ما بتسمع لصوت العقل فأنت تعبت أنت وصلت لمرحلة التعب أنا مش شايفة يعني حاجة برزة أو مشكلة كبيرة بالعكس شايفة فرص كويسة شايفة كمان يعني استقرار شايفة أن أمورك مستقرة فأنت تعب نفسك أنت تعب نفسك يعني أعتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم المشكلة ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا ومن كتر ما أنت بتفكر فحاول تهدي تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير أدي فرصة لقلبك أدي فرصة لقلبك ما يغنيش عن أنت تفكر لكن أدي فرصة للشريك لأنه هو شريك شريك بيحبك قوي 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 اتخلص من العناد حاول أن أنت تكون مرن يعني شوية مرونة كده هتفتاح شايفة كمان في حق هيرجعلك في حق هيرجعلك وهيرجعلك قريب قوي أنت تعرضت لظلم وبطبيعتك أن أنت بتفوت كتير بس ربنا معاك يعني ربنا واقف جنبك ربنا هيرجعلك حقك هتفرح 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 أنا شايفة في محاسبة في محاسبة وإنت هتشوف الحاجة دي بعنيك أهو أنت تكسرت أنت يعني قلبك مجروح أنت حسست بجرح لكن فيه انتصار فيه انتصار فيه رعاية أنا شايفة ربنا هيردلك الحق بتاعك هتبقى قاعد ومبسوط عايزة أقول الحقك هيجيلك وانت حطت رجل على رجل الحقه هيرجعلك وانت قاعد حطت رجل على رجل وقريب قوي يعني هتشوف بعنيك الحاجة دي آآ قريب قوي آآ فيه كمان آآ شايفة آآ بالنسبة لي آآ اللي بيشتغلوا آآ فيه العمل آآ شراكة يعني زميلك في العمل لو انت بتشتغل فيه مكان فزميلك فيه آآ العمل آآ آآ فيه كلام آآ بيتقال من وراك آآ وانت آآ كاعدتك صابر متحمل آآ آآ وزي ما قلت آآ ربنا واقف معاك والحق هيجي لك لغاية عندك آآ ففيه شوية مشاكل هتبقى آآ موجودة آآ انا مش شايفة وشاية شايفة نقل كلام وشاية ونقل كلام فيه العمل لكن انت آآ ربنا هيقدرك وهيقف جنبك والحقائق كلها آآ هتظهر انت منتصر انت منتصر انت بقوتك آآ آآ انت انسان جابت يعني آآ على قد الطيبة على قد الحنان آآ على قد آآ آآ كل حاجة حلوة آآ لكن انت انسان عقلاني آآ مش بتدي فرصة آآ يعني عايزة اقول ايه انت مش بتاع كلام يعني لا لا بتقول كلام ولا يعني الكلام بيعدي قدامك آآ وفيه كمان يعني نقدر نقول لا هي كلها هواقية ده التفات اللي حواليه آآ هواقية كمان آآ شايفة آآ يبرز قدامي برج آآ الميزان آآ وفيه حمل حمل وميزان هم آآ اللي ظهرين وذول اللي اعتقد هيكونوا الشريك الشريك يا حمل يا ميزان كمان آآ شايفة زي ما قلت انت آآ روحاني آآ رغم الضغوط آآ لكن انت بتلجأ آآ لربنا آآ مش مدي آآ آآ لا هي مقصرة هي مقصرة عليك من جوة آآ الكلام والقيلة والقال آآ آآ مقصرة عليك وآآ ومخليه التفكير عندك آآ آآ يعني انت من كتر خلاص حاسس ان لأ استوب استوب انت عامل استوب مع نفسك آآ آآ وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية آآ شايفة كمان آآ يعني عايزة اقول انت بتحاول تهزب نفسك آآ الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضرة في حياتك آآ سواء عادات انا شايفها قدامي في عادات سيئة موجودة عندك انت بتحاول تتخلص منها آآ انت بترتقي بنفسك انا شايفة آآ الفترة هي مرحلة الارتقاء بالزاد آآ انت روحنياتك عالية قوي آآ قدامي قدامي في اغلب الكروت بتقولي كده آآ وشايفة ان مجهودك مع نفسك آآ هيكلل بالنجاح هتقدر تسيطر آآ شايفة الشريك لو في علاقة ثلاثية فهي علاقة عابرة ما تقلقش منها ما تخافش دي علاقة يعني عابرة لا ملهاش اي معنى بس في علاقة الشريك هيدخل فيه علاقة ثلاثية آآ ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي آآ شايفة آآ المنفصلين أو آآ العزاب أو المطلقين انا شايفة فيه آآ رجوع آآ بعد ما هتصبط آآ دماغك لان انا زي ما قلت التفكير هو الغالب عندك بعد ما تقدر تسيطر آآ على افكارك الأفكار أفكار 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 كتيرة بعد ما هتقدر تسيطر عليها آآ الحياة هتبتدي آآ تتفتح قدامك آآ تظهر قدامك آآ و آآ أمورك آآ هتستقر آآ نصحتي ليك اللي قدر أقولها لك آآ 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 الصوت اللي بيجي لك من عقلك اللي هو التفكير آآ آآ خليك زي ما انت قوي زي ما انت برج القوة رمز القوة فانت سيطر عليه ما تخليش هو اللي يدمر حياتك لأ خد من التفكير آآ اللي شيء